في محاولات لمصر في ليبيا المركزي نحو التطور قام بوضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد آملا بالنهوض باقتصادها ومستواها من جديد فبعد عداده خطة توزيع شحنات السيولة في العام الماضي والتي لاقت نتائج إيجابية ها هو يصدر تعليماته بشأن صياغ التمويل للأفراد ولمختلف الأنشطة الاقتصادية اذ طالب كافة المصارف بتحديث سياستها الحالية فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار والمخاطر على أن تشمل جميع الصيغ المستهدفة تفعيلها من طرف المصرف وإحالة نسخة منها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مدة أقصاها نهاية شهر ببراير القادم على أن تكون سياسة التمويل والاستثمار مصادق عليها من هيئة الرقابة الشرعية بإدارة المصرف وكذلك أن تراعي سياسة التمويل والاستثمار بعضا من المعايير منها تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمتخذي القرار التمويلي وتنويع أساليب التمويل الإسلامي بما يتلاءم مع أهداف وسياسة المصرف وأن تتضمن آلية تلقي الأموال وفق ما حدده المعيار المصرفي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بالإضافة إلى وضع استراتيجية للمخاطر المصرفية تشمل سياسة لإدارة مخاطر الاعتمان وتكون معتمدة من مجلس إدارة المصرف إذ سيتم مراجعتها بصورة دورية أقلها مرة في السنة وإعداد العقود والنماذج وأدلة العمل وأدلة التدقيق على المنتج والسياسات الخاصة بأي منتج من المنتجات التمويل الإسلامي المعتمدة فيه وبناء عليه فإن شرط التقديم للحصول على تمويل مصرفي يجب على المتقدم أن يكون متحصلا على رقم مصرفي موحد ساري المفعول بالإضافة إلى خضوع المتقدم للمركز الليبي للمعلومات ليتم الاستعلام عنه وعن بياناته وكذلك الإفصاح عن كافة التمويلات ضمن الإحصائيات الشهرية التي تحال إلى مصرف ليبيا المركزية وتكثيف إجراءات الرقابة والتدقيق المتبع للتمويلات التي يمنحها المركزية وفي الختام طالب بالحد من الإقراض للأطراف ذوي العلاقة مثل الشركاء والمساهمين والمديرين العامين والتنفيذيين وغيرهم وتعزيز طرق تحصيل الديون بما يكفل استرداد كافة حقوق المصرف